اهلا السلام عليكم. عليكم السلام. اه شونك شيخ رامي? الحمدلله سني ام شيعي? شيعي شيعي. اهلا وسهلا. بس باين عليك صوتك مؤدب ما شاء الله ومحترم. الله يحبك. اه شيخ بس اندي سوال يعني ايه خارج الموضوع. خارج الصندوق. خارج الصندوق. ايه تفضل. شيخنا اه انت في هل وقعت نفسه وقعت فاطحه يا اكبات امير القريشي. هذا اسمه دلدول سارة حمير المشارشة اللي بيقول بتحريف القرآن وطلبته للمناظرة نعم طلبته المناظرة. ايش رأيك انت الان تنسك بيننا. قل له رامي عيسى يقول لك دع في وقته عشر مرات. وانا المنسك. انا شيعة هو رامي عيسى قال لنسك. والمناظرة لا تكون الا على قناتي اعم ولا على قناة دلدول سارة حمير المشارشة. وتكون على قناتك انت ضيفنا الشيعي او في اي مكان. بس يسترجل ويوفق على المناظرة. ايش رأيك؟ امير القريشي خرشي شياخش. مالو? خر خر امير القريشي ما عند عد سؤاله. ما يقدر يخر. ايو الله جبان. جبان والله. هو شطر فقط يتعن في القرآن. يسب الله. عند موضوع يعني هو بالبت معتل. ما ليش دعه بمواضيعه بقى. لو كان الراجل كان يقبل المناظرة. لكن احنا لا نريد ان نسوي له دعاية او اعلان او ما شاوه زال. ممكن انا اسألك سؤال بقى. سؤال خارجة صندوق. ايه نعم. ليه يا حبيبي انت شيعي وانت باين عليك شخص عاقد. ليه تعمل في نفسك كده؟ ليه يا شمس او الخبال؟ يعني 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 اقصر يا حبيبي المعتقد الشيعي زي ما انت شفت الان. لم ينكلوا قرآن ولم يتمسكوا بالآئمة وسبوا لعنوا وتطبير وتطيين. ويتبرؤون من الصحابة الذين اثنى الله عليهم في اكثر من مئة اية في القرآن الكريم. وانت من عليك شخص عاقل لا تقبل اي شيء كده؟ والله شيخ بس يعني صراحة ما اعرفه بهاي. بس ده سيلك سؤال واحد هو اللو اه بكتلك ببعني انت بوعبت من القريش وصدفة انا شفتك فاتح بها. انا نعم. لو اجبتك على السؤال الذي عندك تتسنن؟ ان شاء الله. والله. ان شاء الله. تفضل. شيخ هو عنده بال يعني صراحة عندي اكثر مسؤال بس السؤال الاساسي هو هذا يعني يعني هو كاتب يلبث يعني ايو السني يعني اللي يجيب لي براءة عايشة. هو عساس يصير سني. انت شون تقدر يعني هو تجوب على السؤال لهذا. طيب خلينا اقرأ عليك اية من القرآن الكريم. ايش رأيك? ايه اتفضل. ايه صورة النور صحيح. لا 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 ده انا اجيب لك حاجة جديدة خالص يا حبيب. ما شاء الله سورة التحرير زي ايه كده? اه. سورة التحرير زي ايه? اسمع الاي رقم خمسة في سورة التحرير. لا. الله سبحانه وتعالى هيقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عسى ربه ان طلق كن اي يبدله ازواجا خيرا من كن. فالله سبحانه وتعالى بيقول لزوجات النبي. عسى ربه. لو الله جعل النبي. لو النبي طلقكم سيبدله الله ازواجا خيرا من كن. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وابكارا. فهل طلقهم النبي صلى الله عليه وسلم? دا. طب هل الله امر النبي ان لا يطلق عائشة ولا يطلق زوجاته? لان ربنا قال له عسى ربه ان طلق كن. لو طلقكم هيبقى في ازواج خيرا من كن. فبعنه لم يطلقكم فانتم خيرت هذه الامة يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. فهل الله امر النبي ان لا يطلق زوجاته? اه لا. لا. لا انا اعرف يعني. فيه اية في الانت اسمك ايش يا حبيبي? عبدالله عبدالله. فيه اية يا حبيبي عبدالله بتقول ذلك. انت عارف الاية بتقول ايه? الله سبحانه وتعالى رضي نساء النبي ان النبي يسبتهن ازواجا له. ولا يحل له ان يتزوج امرأة. يعني الله قال له لا يحل لك يا محمد ان تتزوج على هؤلاء النسوة. وان تثبت هؤلاء النسوة عندك. ولا تبدل واحدة وتأخذ اخرى. او تطلق واحدة وتأخذ اخرى. ستعرف ان ربنا قال للنبي ذلك في القرآن? يعني ايه? اذا امر انه ما يطلق واحدة. او نزل ايه اذا اطلق. يعني جوز النبي شامجور ما يطلق واحدة. لا. اقول لكم. ربنا قال له عسى ربه ان طلقكنا الله سبحانه تعالى قال لهم. عسى ربه ان طلقكنا ان يبدله ازواجا خيرا من كنا. فبما انه لم يطلقهم فهؤلاء الخيرة. بل الله امر النبي ان لا يطلقون ان يسبتهن عنده في اية اخرى. اية اخرى كنت مفروض تسألني ايش الاية ديات يا عبدالله. في اية اخرى امر ان يسبتهن عنده وان لا يبدل بهن من ازواج. ايه. جل بالله اهم التقب الشاشة لا. خلنا اكرأ عليك الاي. خلنا اكرأ عليك الايه وبينه لك. الله سبحانه وتعالى قال. لا يحل لك النساء من بعد. لا يحل لك النساء من بعد هلا. ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. حتى يا محمد لو رأيت امرأة أعجبك حسنها جمالها أي شيء لا يجوز لك إنك تطلق أي واحدة من الزوجات اللي عندك هؤلاء الصالحات أمهات المؤمنين أنا أسألك سؤال برضو في النقطة دي يعني حتى لو أعجبك حسن امرأة لا يجوز لك صلى الله عليه وآله وسلم إنك تطلقها يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتطلق هذه وتأخذ مكانها أو تبدل أو تأخذ امرأة فوق مع هؤلاء أنا أسألك سؤال إما الله يسمي زوجة النبي أم للمؤمنين فهل يمكن أن يسمى كافرة أو زانية أم للمؤمنين لا طبعا الله عليك يا عبدالله ما شاء الله عليك يا حبيب زيان يا شيخ هو عندنا احنا كتاب جعفر صاحبة الكتاب جعفر أحمد إلال ما ليش دعب لك خلينا أنه أنت بالقواة لا آية مختلفة إيش؟ يعني رواية مختلفة جعفر أحمد إلال تروى بالكتابة رواية مختلفة طب اسمع اسمع الآية ديت يا عبدال يا نساء النبي لستنك أحد من النساء الله صراحة في القرآن يقول على زوجة لوط ونوح أنهم كافرتا ويقول صراحة على أزواج محمد لستنك أحد من النساء وأزواج أمهاتهم ولا أن تبدل بهن من أزواج وأمهات المؤمنين يعني آيات كثيرة توثني على زوجات النبي صراحة وإنت شخص عاكر يا عبدالله يا حبيب الله يسعدك يا رب الله يحفظك شيخ وزين شيخ بس والأخير لا ماشي لا بس إحنا متفقين بقى لو أجبتك على السؤال الأخيرة تتسنني عبدالله شوف أنا كل كلامي معك بالكرآن إزاي آي عندنا كتاب مو كتاب أفهم معمم اسمه أبو ملك أبو ملك أنه ذكر أكثر من هاي كل الروايات يعني غير صحيحة روايات يعني غير صحيحة في كتاب الزين ديك ياسر الخبيث نعم هو اسمه معمم أبو ملك أنا عندي كتاب الرواد المبين في الزب عن أم المؤمنين أو أنا لسه ما اخترتش الكتاب والكتاب في خلاص هيطبع قريبا نهو كل شبهات الشيعة حول أم المبين عايشة بهذا الكتاب كتاب حسن علي جواد والله أنا لا أعرف كتب هؤلاء ولا أعرف أنا أعرف القرآن يا عبدالله اللي أنا حجاشتك بي فهل اقتنعت بكلامي من القرآن الكريم وأن الله أمر النبي أن لا يبدل أي واحدة ولا يطلق أي واحدة منهم نعم شبه نعم لذلك عبدالله ما شاء الله الله سبحانه وتعالى رضي هؤلاء النسوة يكونوا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له من بعد أن يتزوج عليهم كما لا يحل له أن يبدل بهن من أزواج والله سبحانه وتعالى ارتدهم أن يكونوا أمهات للمؤمنين وكما أنت اعترفت من قليل عبدالله أن أم المؤمنين لا يجوز أن تكون كافرة يعني كيف كافرة وتكون أم المؤمنين هل يجوز أن أقول على زوجة لوت أم المؤمنين لا طبعا أو زوجة نوح أم المؤمنين لا أستغفر الله أحسن ما شاء الله عليك عبدالله أسأل الله أن يوفقك عبدالله الله يحفظك شيخ شيخ ما تقدر تتصل أمير القريشي؟ والله بيسكر الخط وأنا قلت لو كان رجل يقبل المناظرة لكنه يرفض أنا الآن لا يهمني أمير القريش ولا يهمني أي حد أنا يهمني أنت يا عبدالله الآن أنا أريد أن أنت لو وصلك الحقي عبدالله مو شيخ هذا يأثر علينا والله يؤثر عليك بالله عليك عبدالله سمعت أمير القريش يقرأ الآيات دي ما أنا قرأت كده؟ هل رأيته يقرأ الآيات كما أنا قرأ؟ قرآن لازم هذا حتى القرآن من يلزم هذا يأثر بيه وسوء بالعراق يأثر أن العراق عنوية تترين بيه طيب أنا بص هذا إنسان طعن في القرآن وسب القرآن وسب الله عياذا بلو قال أنا أفعل في إلهكم كذا وسب الأنبياء قال أنبياءكم أدعسهم وسب قال للبيت وقال لهم لو هتشتم عايز تسب فاطمة سب فاطمة لكن لا تسب صارة عرضه ويرفض أن أحد يسب عرضه فبالله عليك ده يؤثر فيك بالله عليك هذا الشخص القبيح في كله لا لا قلت لك شخص أنا ما يأثر بيه أنا أبد ما يأثريت واحد إخر ما يأثر بيه بس هو يعني أثر عندنا بالعراق يعني بس كم عراقين وهو عندنا كم عراقين طيب أنا عايزك تخش كده تبحث في البثوص عندي بفضل الله يتبارك وتعالى يوميا عشرات المهتدين بالأخص من العراق هتلا أيام بيوصل المهتدين عندي في البث الواحد بمية وخمسين مية وتمانين عمني عبدالله أنت وصل لك الحق يا حبيب تحب أن تعلن هدايتك معنا؟ شكرا أشكرك شيخ سلامتك مشكور بس إذا تقدر صارتك بس أصقرك كتاب الحسن علي جوار طيب أنت المهم خلاص أنت تعلن أنك مهتدي معنا ولا ما زلت شيعي؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خلاص أحسبوك من المهتدين يا عبدالله إن شاء الله وهبعت لك الودوء والصلاة بعد البث بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله مشكور مع السلام عبدالله مع السلام الله يحوظك مع السلام هنتظر تواصلك معي يا عبدالله إن شاء الله بعد البث الله أكبر ولله الحمد وإن شاء الله يكون عبدالله من المهتدين الأول معنا بفضل الله تبارك وتعالى هنيئا لك يا عبدالله واسأل الله ان يثبتنا وإياك وان يوفقنا وإياك يا عبدالله شكرا لك